أبناء إبليس ووظائفهم ثبر وظيفته الوسوس للشخص المصاب وجعله صاخطا على قضاء الله وقدره داسم وظيفته التفرقة بين الأزواج الأعور وظيفته تسهيل الزنا مصوت وظيفته انتشار الكذب والإشاعات بين الناس زالنبور متواجد في الأسواق ووظيفته الغش وتسهيله بين البائع والمشتري ونشر المشاحنات بين الناس في السوق هفاف وظيفته إيذاء الناس وتخويفهم بالظهور لهم على هيئة حيوانات مخيفة ولها للوسوسة في الطهارة وفي الصلاة أبيض للوسوسة إلى الأنبياء وإثارة الغضب ثبر ليزين للمصاب خمش الوجه وشق الجيب ولطم الخد مطرش لإشاعة الأخبار الكاذبة ضهار لإيذاء المؤمنين في النوم بواسطة الأحلام المرعبة والسيئة أيضا تمريح لإشغال وقت الناس عن أداء واجباتهم مقلاس لتزيين أمر القمار والمتقامرين ثم إقاع العداوة والبغضاء بينهم